تعالوا بقى نروح لمنتخبنا القومي اللي النهاردة فرحنا بشكل كبير جدا جدا وطبعا الفوز الكبير على توجو 3 واحد خلينا نتكلم ان هذا الاداء وهذا الشكل الجيد جدا جدا لمنتخبنا القومي اهداف جميلة ملعوبة على الرغم طبعا كان فيه غيابات كتيرة ضربت صفوف الفريق عارفين في الفترات الاخيرة لكن طبعا قدر منتخبنا يقدم صورة صورة معتادة للمنتخب المصري لما بيكون كل اللعيبة فيئة وفي مستوى جيد جدا بنقول مبروك لمنتخبنا القومي الاهداف طبعا سجلها نجمنا الكبير محمد مجد أفشل ظهر بمستوى أكثر من رائع وعندنا محمد شريف كمان العائد من الاعارة بيحرز هدف جميل بعد دقايق وليالة جدا من اشتراكه خلينا نتكلم ان كان الهدف أهلاوي مصري من السيست للشناوي لمحمد شريف والهدف التالي طبعا نجمنا الكبير محمود تريزيجي وطبعا محترف دلوقتي في أستون فيلا خلينا نقول أداء جيد جدا جدا على المستوى الفني على المستوى البدني كابتل حسام البدري زي ما كنا بنقول ان احنا بننتقد بشكل كبير جدا أداءه في المباراة الأولى لكن من حقه من حق الجهاز ومن حق اللعيبة نحنا نقول لأ المهاردة قدوا بشكل أكثر من رائع استعداد كان على أعلى مستوى الشكل العام كان جميل جدا مستوى الأداء الترابط في الخطوط كل السلبيات يمكن اللي كلمنا عليها في مباراة القاهرة يمكن 80% اختفت النهاردة وأدى المنتخب القومي صورة جيدة جدا جدا وقدر يتغلب على توجه 3 واحد زي ما تكلمنا سهام احنا دايما بننتقد بنشوف للصالح العام احنا دايما سبورت المنتخبنا في جميع الألعاب يعني طالما منتخب مصري يبقى سبورت ليه لكن لما بيكون فيه أخطاء وفيه شكل مش مناسب كمان بنكلم ودوت ليه يعني زي ما بنقول لمصلحة المنتخب والنهاردة الكابتن حسام البدري واللعيبة بيثبتوا ان هم قادرين ان شاء الله الفترة اللي جاية كمان يقدموا مستوى تقدر وولد النادي الأهلي تقلقوا بشكل لافت يا جماعة الشيناوي تقلق بشكل لافت لما زاد عمر ماه ببسالة او دافع عمر ماه ببسالة الحقيقة حمدي فتحي النهاردة ما حسسناش ان السلية غايب ولا انني لعي مباراة مهمة جدا في نص الملعب ألف ألف مبروك للمنتخب ألف ألف مبروك لمصر وصلنا للنقطة التامنة وصدرت المجموعة أخيرا وبنحاية اللعيبة وكابتن حسام البدري أكيد بنقوله شكرا على الصورة الجميلة اللي ظهرت بيها النهاردة او أظهرت بيها النهاردة منتخبنا وأسعدتنا وحق كابتن بدري زي ما بنقول كده وكابتن هاني لسه أي اللي احنا نشيد به زي ما انتقبناه قبل كده في المباراة الأولى اللي بنها بالعافية واحد سفر فده الحقيقة حق النهاردة نحن نقوله شكرا والتوفيق اللي جاي واللي جاي أفضل بإذن الله بإذن الله